اشتركوا في القناة 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 وإنما سنحاول أن نتبته في الوسط الخدمة لكي يكون الخدمة ديالي نقية ومعنديش فيها أعقد على بركة الله غامضة وبالنسبة للإبرة فهي الإبرة ديال الرنضة أو الإبرة ديال الطرز رقم 5 ممكن تستعملوا أيضا الإبرة رقم 7 إذن على بركة الله سنحاول نقرب لكم الصورة أكثر أول حاجة سنتبت الخيط ديالي سنحاول أن نتبته عفوا في مكان لي يكون صغير سنستعمل عقد صغيرة باش نتبت الخيط وغادي نبدأ على بركة الله إذن كما قلت لكم أخوات في البداية ديال الفيديو الطرز ديال المرضوخ أو الطرز اللي كي اعتمدوا عليه في التعجرة التعطوانية هو تقريبا نفس تقنية ديال دقة الدهب فقط دقة الدهب كنخدمه غرزة وغرزة يعني كيكون تخالف ما بين غرزة وغرزة وإنما في طرز المرضوخ كيكون الاختلاف عندما بين أربعة ديال الغرز إذن على بركة الله هنوريكم إن شاء الله طريقة عندي نخدم أول غرزة الغرزة الثانية إذن الغرزة الثالثة وأخيرا الغرزة الرابعة إذن خدمت أربعة ديال الغرز من بعد سنخدم غرزة اللي غيكون القياس ديالها طويل يعني ستكون طوبل ديال الغرزة اللي أنا خدمت هنا وغادي نخدم أيضا أربعة ديال الغرزة إذن واحد جوج ثلاثة وآخيرا أربعة إذن من بعد ما خدمت أربعة ديال الغرز غادي نرجع لهذا الغرز اللي خدمت الوالة وغادي نخدم مباشرة أربعة ديال الغرز اللي غيكون القياس ديالهم هو نفس الغرز اللي خدمت من بعد يعني دائماً كنحافظ على نفس المسافة ديال الغرز باش تمشي لي الرشمة ديالي أو لزواق ديالي مقدم ديال إذن غادي نخدم أربعة ديال الغرز ودائماً الضربات ديالي كيكونوا في النفس الغرز اللي قبل منهم ما نخليش فرغ يعني في نفس المكان اللي خدمت فيه هاد الغرز الوالة غادي نخدم فيه نخدم من بعد الغرز الموالية إذن الغرزة الرابعة والأخيرة من بعد غادي نرجع الغرز اللي خدمت في الصف الثاني وغادي نخدم من بعد ربعاً ديال الغرز يعني كم قامت سمرة أخوات بهذا الطريقة أربعاً ديال الغرز باربعة ممكن تستعملوا فقط ثلاثة لكن باش يجيكم الشكل ديال الطرز باين من الأحسن أنكم تستعملوا أربعاً ديال الغرز في البداية ما غايبلكمش الشكل النهائي للموديل كيفاش غايبال من بعد ما تخدموا واحد المسافة طويلة غايبال لكمش الشكل كيفاش كيش إذا خدمت أربعاً ديال الغرز سنرجع ونخدم أربعة أخرين طريقة سهلة مصعبة فقط خاصة شوية ديال التركيز باش تضبطوا الغرز ديالكم يكونوا عندكم مقادن باش شكل ديال الرشمة يكون باين بالنسبة لهاد الخدمة هدي أو لطرز المرضوخ ممكن نخدموه في أي نوع ديال الرشمات ما عندوش يعني رشمات محددة ممكن نخدموه في وريقات وريضات أي رشمة كيفما كان نوع ديالها ممكن نطبقوا فيها طرز المرضوخ كيلي كيسميه أيضاً الردخ لكن هو الاسم اللي معروف به اللي شائع هو طرز المرضوخ إذن كما كتلاحظو كان بقى مستمره في الخدمة ديالي ربعة ديال الغرز باربعة وأنا كنعمر الرشمة ديالي كامل إذن كملت جوج الصفوف الأولين غادي نكمل التعمار ممكن أنكم تخدموا بنفس الطريقة اللي كنخدم بها ديال الصفوف كيفما ممكن أنكم تبقوا متبقين الخطة ديال الرشمة يعني تمشيوا مع الخطة ديال الرشمة ديالكم كامل حتى تكملوا الخط ومن بعد ترجعوا كتعمروا شوفوا انتم التطريقة اللي غادي ترتحكم كان الفطل أن نخدم بهذا الطريقة باش كان نمشي كان عمر مقادة يعني غادي نرجع لمنتصف ديال هاد الغرز هادو كيما كتلاحظو هنتما في الناس في ديال الغرز والضربة تكون مقابلة مع هاد الفراغ اللي عندي في الصف الأول باش نخدم الصف الموالي هنخدم أيضا ربعات ديال الغرز كيما قلت لكم ممكن أنكم تبقوا الصف ديالكم في الخدمة أو للخطة ديال الرشمة عفوا يبقى لحسب الرغبة ديالكم إذا كيما لاحظو خدمت أربعة ديال الغرز إلا بغيت نتبع الخطة ديال الرشمة هاد ينهبط لمنتصف ديالهم والولي نخدم أربعة ديال الغرز أخرى بهاد الطريقة حاجة مهمة أخوات من اللي تكونوا كاتخدموا التقنية ديال الثرز المرضوخ حولوا ما أمكن أنكم ما تزيروش يديكم في الخدمة باش تتوب ديالكم ما يتكمش وأيدا ما تخليوهاش مرخوفة باش من بعد ما تحيدوا تتوب ديالكم من المرمى ما تلقوش أن الطرز عندكم منفوخ بعد الأخوات كيقولوا اللي راه داروري من يكونوا كنخدموا الطرز الباطي إلا بغينا هيجينا صامت ومشدود مزيان يعني ما عندناش هاد الارتخاء في الخدمة لازم أنا نديروا الفيزلين صراحة أنا ما كانخدمش نهائيا بالفيزلين ما أمرني تبطقت طرز الباطي بالفيزلين دائما كانخدموا مباشرة على التوب وغادي نوريكم أيضا الشكل ديال الخدمة ديالي من الضهر وغادي نوريكم حتى من بعد ما كنحيد ثوب من المرمى كيفاش كتبقى الخدمة ديالي متلوق يعني مش بالضرورة أننا نستعملوا الفيزلين أو لنطرزوا على الفوال باش نحصلوا على خدمة مجموعة فقط يكون الغرز ديالنا مضبوطين يعني القياسات ديالهم مزيانة ما نكونوش مزيارين يدينا وأيضا ما نخليوهاش مرخوفة ونخدموه بشكل عادي إذن كما كتلاحظوا مستمرة في التعمار صار حيثا هو كياخد الوقت شوية مش بحال الطرز العادي يعني كتكوني كتخدمي بمسافات صغار ذاك شيء لاش كيحتاج في الخدمة دياله وقت أطول لكن في النهاية الشكل دياله كيجي رائع إذن دائما كنأمر بربعة ديال الغرز بالنسبة للخاتم اللي كيقرر بيتسالة لأخوات فأنا ما كنديرش عقدة باش نثبته كنحاول فقط أني نخليه مطلوق على الخط ديال الرشماء ونعمر عليه نخدم عليه يعني نقدر ما نستعملش حتى غراء صغيرة ممكن أني ما نستعملش فقط نعمر على الخات ديالي وغادي يسبس مزيان نعمر على الخاتم اخوات كيفما كتلاحظو معايا غادي نستمر في الخدمة ديالي بهذا الشكل هذا باش ما نطولش اليكم الفيديو بزاف غادي مقامت باع الرشمة ديالي وانا كان نخدم ربعا ديال الغراز بربعة حتى نعمر الرشمة كاملة غادي نشارك معاكم ايضا بدهار ديال الخدمة كيفاش كيكون اذا باش ما نطولش اليكم بزاف انا غادي نستمر ونرجع باش نشوفوه ان شاء الله الشكل النهائي دي الموضي اللي كان نخدمه معا بعد اشتركوا في القناة اخوات كيفما كتلاحظو معايا مستمر في الخدمة ديالي مليكي يقرر بيتسال لي الخيط الى لاحظوه طلعت الخيط ديالي على اساس غادي ندير غرزة جديدة لكن ما غاديش ندير غرزة هنخلي هاد الخيط هذا مطلوق غادي ناخد خيط جديد اذا غاستعمل خيط اخر جديد الخيط اللي كملت به الخدمة نحن نخليه مطلوق اذا غادي ناخد خيط اخر او لفتلة واحدة اخرى وغادي نحاول انني هاد الفتلة هادي اللي خليت مطلوقها غانتبت عليها الخيط الجديد باش بقالية تابتة كما كتلاحظو نستعمل فتلة جديدة ونحاول انني نتبت الخيط ديالي بغرز صغر وغادي نخليه مطلوق فوق توب ونكمل الخدمة بشكل عادي اذا بهذه الطريقة قادي نولي نطلع الابرة ديالي باش نبدأ غرزة جديدة ونخدم بشكل عادي هاك الخدمة ديالي ما كيكونش عندي فيها نهائيا عقد كيبقالية الظهر ديال الخدمة نقي وفي نفس الوقت كانكم متأكدة ان الخيط اللي خدمت به تسالة راح تتابس ما غايولي شي تحليه او لي ضيئ ليا الخدمة اللي من قبل اذا مش منطلوش الي كم بزاف الرشمة ديالي ما زالة طويلة ان شاء الله غنا انا غادي نحاول نكملها ومن بعد غادي نرجع باش نوريكم الشكل النهائي ديالي اشتركوا في القناة اخواتي كما تلاحظوا معي هذا هو الشكل النهائي ديال طرز المرضوخ كيفاش كيجي جاء لرشمة ممكن انا نخدموه في اي رشمة بغينا ممكن نخدموه في وريضات او لوريقاس يعني ما عندوش واحد رشمة محدادة كنظن ان الشكل النهائي ديالي بدكي تغضح لكم انا ما زال ما كملش رشمة كاملة فقط بغيت نوريكم الشكل النهائي باش منطوش اليكم بزاف بالنسبة الاخوات المبتدئات لأول مرة غادي يخدموا الطرز المرضوخ ممكن انهم يساعدوا بخطوط بقالم الرصص باش يحددوا المكان اللي غادي يوقفوا فيه الغرز ديالهم هكا غادي يقدروا يخدموا بكل ارتياح مغا يحتاجوش انهم يبقوا مطبعين الصف ديالهم او لا ممكن يسبعوا نفس الطريقة اللي كنخدم بها يخدموا وربع ديال الغرز باربعه يرجعوا الصف الثاني ويعودوا التعمار لكن يكونوا الغرز متخالفين كما الطريقة اللي وريتكم حاجة اخرى اخوات بالنسبة للاخوات اللي كيسولوني في التعليقات واش الحرير ما كيتشنتفش كما كاتلاحظوا انا كنخدم معكم مباشرة بالحرير مكان برموش كما كاتلاحظوا ما كيتشنتفش وبالنسبة اللي كيسولوا من بعد في التصبعين واش غايتشنتف او لا لا هو اي خدمة خدمناها لازم انا نحافظوا عليها وخصوصا اذا كانت الخدمة ديال طرز رباطي بالحرير يعني كيكون اول حاجة الثمن ديالها شوية غالي ماشي بحال الطرز رباطي ديال الماكينة او ديال الكمبيوتر نكشي لاش من الاحسن ان الجلابه او القفطاني اللي خدمناها بطرز رباطي بالحرير نحافظوا عليها ما نصبنوش في الدار ممكن انا نديوه المصبعنا او الديكريساج هو غادي يصبنو لنا ومن الاحسن انه يتصبن اسك يعني يتصبن بالناشف هكا كونو متأكدين ان الطرز ديالكم ما غيوقع له حتى شي حاجة اخر حاجة اللي بريد نشارك معكم هي من بعد ما كنحيد المرمى واش الطرز ديالي كي تنفخ او لا لا اذا انا غادي نحاول نحيد المرمى معكم فبزاف ديالاخوات كي سولوني او لكي يواجهوا هاد المشكيل انهم مباشر من بعد ما كيحيدوا المرمى ديالهم من توب او لكيحيدوا افوان التوب من المرمى فالطرز ديالهم ما كيبقاش مطلوق كي يتبوغ انا ان شاء الله غادي نحاول نوريكم وايضا بالنسبة اللي بنات اللي كي سولوني الى الفيزلين واش ضروري ان انا نستعمل الفيزلين الى التوب بعد انطرز اذا كما كتلاحظوا ممستعملاش نهائيا الفيزلين لا في الطرز اللي خدمت معكم من قبل او لحته في الطرز اللي خدمت معكم اليوم هذا هو الشكل النهائي دياله منظر يعني ما كنخدمش نهائيا الى الفيزلين كنخدم مباشرة على التوب وكما غادي تلاحظوا فالطرز ديالي ما نبوقش نهائيا بالاكس كي بقى مطلوق ما كيتنفخش ما كنحتاش انني نحدده فقط نخدم بشعرات ارقاق ذاك شي اش كان نصحكم دائما انكم تخدموا باربعا ديال الشعرات فقط ما ويلدوا بلتو الحرير فاكيد الخدمة غادي يكون غليظة وغادي تنفخ من الاحسن انكم تخدموا الخدمة ديالكم رقيقة ربعا ديال الشعرات كافيا ضربات يكونوا قراب باش ما تخليوش الفراغات وكونوا متأكدين ان الطرز ديالكم ما غادي شي تنفخ وايضا ما غايتبوقش حاجة اخرى بالنسبة للبنات اللي كيواجهوا مشكل انه كيكون عندهم تكماش في الطرز فكيزيروا يديهم بزاف وهذا هو اللي كيسبب لهم داك التكماش او لداك توب مكرش لك الشعرش كان نصحكم انكم جب بدو التوب ديالكم مزيان في المرة ما عدت تبدو تخدموا نتمنى ان النصائح اللي قدمتكم تكون مفيدة وما نكونش طولت عليكم شكرا لكم على المتابعة شكرا للدعم والتشجيع كما العادة يلاعجبكم الفيديو ما تبخلوش عليها بالاعجاب وايضا بتعليقاتكم اكتراحاتكم تساؤلتكم ولاش اللي حتى انتيقاتكم وإلا كنتوا اول مرة غايتشاهدوا القناة مرحبا بكم ما تردوش انكم تضغطوا على زر الاشتراك الموجود اسفل الفيديو باللو الاحمر اشتراك سبسكرايب ابوني وايضا فعل الجرس باش يوصلكم اشعار بكل جادير ان شاء الله انا غنكمل تطبيق ديال الرشما ديالي بنفس التقنيات اللي شاركت معاكم لا سواء بتعمار ديال الترزرباطي او للمرضوخ ومن بعد ان شاء الله غنشارك معاكم بالشكل النهائي الفيديو لاحق اشتركوا في القناة